بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد هنبدأ مع بعض الجميع ان شاء الله نعمل check answer function هنعمل function بتعمل check للanswer اللي انت اخترتها هل هي صح ولا لا function دي بسيطة جدا وفكرتها بسيطة جدا وطبعا مبنية على ان انت تدوس على الزرار submit بتختار اي اجابة من دول وتدوس على submit حلو جدا اول حية محتاجينها ان احنا نسليكت submit طبعا عشان هنستعمله كتير جدا هقولو let submit button psoe document.query selector وطبعا مدينو class اسمه خلينا نفتكر اسمه submit button ده يكون الزرار بتاعنا هنشوف طبعا هنعمل في ايد دلوقتي هنيجي جوه request هنا بعد طبعا ال question data هقولو click on submit submit هقولو submit button dot on click بيساوي function ولو حابب عشان نتعود على ال ESX دلوقتي هدوس على الزرار هيحصل حاجات كتير جدا الزرار ده اصلا كل حاجة في ال application مبنية انت تدوس submit للاجابة بتاعتك اول حاجة محتاج اجيب الاجابة السليمة بتاعت السؤال اللي احنا فيه دلوقتي وعايز اقارنها بالاجابة للشخص اختاره طيب هقولو هنا get write answer هجيب ال write answer وهطبعها في ال console مش هعمل اكتر من كده طيب جميل جدا ازاي نجيب ال write answer بتاعت السؤال اللي احنا فيه دلوقتي السؤال اللي احنا فيه دلوقتي اصلا نجيبه ازاي ببساطة شديد بتاع نقول له let مثلا the write answer بتساوي الاجابة السليمة بتساوي ايه؟ هقول له ان انا عايز اجيب ال question object وال current index اللي احنا فيه ده اول سؤال عندنا يا جماعة صح؟ هقول له dot write answer دي اجابة السؤال اللي احنا واقفين فيه دلوقتي تعال نقول له بعدها console dot look واتبع علينا كده الاجابة عشان نتفرج عليها بالصلاة اللي بي ادي الزرار to add break line ادي الاجابة السليمة الحمد لله زي الفل وصلنا للاجابة السليمة هو ده المطلوب مش عايزين اكتر من كده بعد ما انت بتدوس click على الزرار اول حاجة انت بتعملها ان انت بتتشيك الانسر عايز تشوف الانسر دي سليمة ولا وكمان عايزين ال current index يزيد عشان هنبدأ ندخل على السؤال اللي بعده هقول له increase index هقول له هنا current index plus plus كده زودنا الاندكس وبعدها هقول له check the answer هنعمل check للانسر هنعمل function اسمها check answer الفنكشن دي هتقبل مني حاجتين هتقبل مني الايجابة السليمة وعدد الاسئلة question count كلها عدد الاسئلة جماعة احنا محتاجينه عشان حاجات كتير محتاجينه عشان الفنكشن بتاعتنا ما ترضو يعني ما تعملش اي حاجة غلط لو عدد الاسئلة خلص طبعا من الاول خالص انت ممكن تخلي عدد الاسئلة ده global او تعمل request يخليه global بدل ما نفضل نحطه في كل الفنكشن كده ويبقى حاجة global هتخلها في اي وقت ده برضو حل ظريف جدا ويمكن افضل من الحل اللي انا عملته ده بس انا مش مطلوب غير ان انت تفهم الفكرة وبعد كده برحتك طيب ادي ال right answer تمام? وعندنا ال question count احيي حلو الكلام حلو الكلام وكالعادة هنعمل function ونتبع الاتنين دول نشوف هيددونا ايه عشان نمشي بالترتيب ونفيش حاجة توقع مننا خالص هقوله function check answer check answer بتطلب مني ال right answer زي ما اتفقنا وبعدين ال count وبعدين يا جماعة هطبع الاتنين دول في ال concert ممكن نسميها are answer وبعدها count وتعال نقول له بعد اذنك اتبع لي في ال console اول حاجة ال right answer دي اللي هي دي are answer وبعدين بعدها على طول او جنبها مفيش مشكلة اتبع لي count انا بحب اتبعها من تحت بعض طبعا دي ال function بتاعتي وتعال ندوس على الزرار زي ما انتم شايفين ادي الاجابة السليمة to add break line وادي عدد الاسئلة الحمد لله وزي الفل وهو ده المطلوب مش عايز اكتر من كده طيب حلو جدا الكلام ده دلوقتي احنا محتاجين عشان نعرف الاجابة دي سليمة ولا نقارنها محتاجين نسلكت جميع ال radio buttons اللي عندنا وطبعا ده مش هعمل ولا class ولا اختارهم بالطريقة دي في طريقة تانية برضو عشان نتضرب عليها تخليني اختار الاجابات كلها عن طريق ال name اللي هي get elements by name تعال نقوله let answers دي الاجابات كلها بتساوي document dot المرة دي مش هقوله بقى get elements by name اهي هجيب ال element عن طريق ال name ايه هو ال name ده يا جماعة ال name ده احنا هكتبناه بنفسين اهو question المكتوب في جميع ال radio بتاعتنا تعال نبص عليه بصة عشان لو حد نسي احنا عملناه فين يكون عارف تعال مع بعض بصة كده سريعة هادي يا جماعة ال name هو هو ده حالو الكلام؟ حالو الكلام؟ طيب بعد ما انت اختارت جميع ال answers هتعمل ايه فيهم؟ هقوله ان انا عايزة هقوله عندي variable اسمه the chosen answer وهسيبه فاضي ده variable انا هعمل override لل value بتاعته بعدين ال answers كلها هلوب عليها واشوف ال answer اللي الشخص عمل لها check اللي هي checked اصلا وقارنها بالاجابة السليمة اللي الشخص بعتها لي مع ال function حلو او الكلام ده واحدة واحدة بقى علي هقوله for let i بتساوي 0 هنبدأ من index 0 بعدين هقوله ان i اصغر من answers.lens اللي هو اصلا احنا عارفينهم وعدادهم اربعة انت ممكن ما تحتاجش تقوله لنس وهم اصلا معارفين ان هم اربع اجابات بعدين هقوله i plus plus كده عملنا loop على المفروض جميع ال answers بتاعتنا ومحتاجين نشوف هنعمل فيها ايه عايز اقوله ان انا عايز اشيك على كل واحد فيهم هل هو checked ولا لا عشان لو checked يبقى هو ده اللي شخص اختاره دي اجابة الشخص دلوقتي حلو هقوله لو answers بعدين square bracket i dot checked معناه ان الشخص اختار الراديو ده هنعمل ايه ساعتها هقوله هقوله ان اللي تشوز الانسر دي اللي انا سايبها فضية فوق بتساوي الانسر ايه بشكل ده بعدين dot data set dot answer هنا بقوله ايه يا شباب هقوله انا همشي على الراديو بوتونز كلها لو لقيت واحد فيهم وليكن التالت لقيت التالت ده checked معناه ان الشخص مختاره فبخلي قيمة اللي تشوز الانسر دي هو الكلام الموجود جوا الديتا انسر الخاص بالراديو بوتون ده حلو الكلام حلو الكلام كده بقى عندنا دلوقتي اللي تشوز الانسر وعندنا الرايت انسر اللي احنا اصلا بندخلها للفانكشن ونقدر نقارن بينهم الحمد لله وكله تمام وزي الفل طب ما تيجوا مع بعض كده في الكونسول نقوله تفضل وهاقوله ان انا عايز اقوله هنا رايت انسر از وبعدين هحط هنا الار انسر اللي هو دخلت للفانكشن بعدها عطول عايز اقوله شوزن انسر از واضيف زاد شوزن انسر كده هاتبعلي في الكونسول الاجابة السليمة والاجابة اللي الشخص اختارها تعالوا مع بعض نشوف هنا الرايت انسر از تو اد بريك لاين اللي تشوزن انسر از تو ميك تيكست بود تاني تعالوا نشوف الهوريزنتل لاين هدوس عليه هنا كتاب لي الاجابة السليمة هي كزا والاجابة اللي الشخص اختارها هي كزا الحمد لله كارلنا بينهم وكله تمام وزي الفل ونفيش اي مشكلة خالص كده جماعة عايزين ان احنا يكون عندنا عدد الاجابات السليمة سفر ونزودهم لو الشخص اختار اجابة سليمة حلو قوي ازاي الكلام ده تعالوا مع بعض بقى نطلع فوق كده في اللي احنا بنعمل لشوية بيانات عندنا الـ current index هنقوله write answers بتساوي سفر يبقى write answers كده من الاول سفر الشخص لسه بادئ وبيقول بسم الله ما جاوبش على ولا سؤال فهنيجي بقى هنا عشان نعمل بتاعنا عايز اقوله لو في حالة انه الـ right answer للشخص او الـ right answer اللي احنا مررناها للـ function لو بتساوي الـ chosen answer للشخص اختارها يبقى نزود الـ right answers واحد بالشكل ده طيب يبقى انا عايز اقارن الـ right answers دي بالشكل ده بالـ chosen answer هخليه ازود واحد وهخليه كمان يقول لي هنا في الكونسول اجابة سليمة good answer هيقول لي كده ان انت جوابت اجابة سليمة ده في حالة ان الـ chosen answer بتساوي الاجابة الصحيحة هنا bold لو دوست هيقول ايه ولا حاجة هيجيب الاتنين دول بس ولا حاجة ما قال ليش good طيب اجابة السؤال الصحة فين تعال نشوف اهو قال لي good answer كده انا اختارت الاجابة الصحيحة وال- right answer زاد واحد والحمد الله كده يا جماعة الحمد الله عملنا الفكرة بتاعتنا الـ function بتاعتنا لسه ليها تكملة لكن لحد دلوقتي عشان ما نطولش وقت الفيديو يارب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكو واشوفكم ان شاء الله في درس جديد والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة